بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري سورة الأنعام إذا قرئت بهذه الكيفية فهي نافعة للفرج الفوري لقضاء الحوائج خلال إسبوعين فقط وكذلك لسداد الديون مجربة جدا ثابر عليها وإن شاء الله قبل الأسبوعين كما هو مجرب تقضى الحوائج ثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور جميع المؤمنين والمؤمنات الذين عملوا على هذه السورة بقراءتها بهذه الكيفية قضية الحوائج خلال 14 يوم فلأمر راجع إليك إلى حسن الظن بالله عز وجل وإلى المثابرة في أي حاجة تريد من زواج من أموال قضاء ديون سعة رزق شفاء دراسة ونجاح يعني أي شيء تريد تريده عفوا وردت هذه القضية عن آية الله السيد آبادي وقد جربها الثقة العدل الحاج محمد حسين الإيماني في زمن أدركته الخسارة والركود في تجارته وابتلي بقرض مالي كبير وعجز عن سداده فأمر السيد البيت آبادي أن يشرع كل من كان في بيت الحاج محمد حسين الإيماني بأن يقرأ سورة الأنعام بين الطلوعين يعني من بعد صلاة الفاجر إلى طلوع الشمس يقرؤون سورة الأنعام وحين يصلون إلى هذه الآية وربك الغني ذو الرحمة يكررونها مئتين واثنين مرة بعدد أسماء الله ومحمد وعلي فشرع أهل هذا البيت بهذا الحرز وعملوا به وصار الفرج قريبا بعد إسبوعين فقط وزال عنهم الهام والغام وعاشوا في رفاه وراحة طيلت حياتهم بل إن الحاج محمد حسين الإيماني يقول ما جربت هذه الطريقة في أي حاجة في بالي إلا وقضيت قبل الإسبوعين فثق بالله توكل على الله القرآن فيه شفاء صدور جميع المؤمنين فثق بالله توكل على الله فمن وثق بالله أراه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام